من القدس ينضم إلينا مراسلنا أحمد دراوشي مسأل خير أحمد نريد أن نقف معك على المواقف الإسرائيلية والتصريحات المهمة فيما يتعلق بجولة المفاوضات يوم غد في الدوحة روايدة الصورة لا تزال ضبابية حتى الآن فرغم أن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون أن تقدم انطرأ في مباحثات العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين الماضيين لكن هناك إقرار بأن الفجوات لا تزال كبيرة ولها أثار سياسية على الحكومة الإسرائيلية بالتالي قد يؤخر هذا الأمر التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة الهوة لا تزال كبيرة وواسعة والعقبة الأساسية هي مسألة إنهاء الحرب على قطاع غزة أحد المسؤولين الأجانب قال لصحيفة آرتس اليوم إنه يعتقد أن حركة حماس لن تفرج عن أي من المحتجزين والأسراء الإسرائيليين في قطاع غزة طالما أن مسألة إنهاء الحرب على القطاع ووقف إطلاق النار الدائم غير واضحة بالنسبة إليها مئة بالمئة كذلك بحسب تقديرات إسرائيلية الداخلية فإن الصفقة النهائية في حال لم تنفجر المفاوضات طبعا ستؤدي إلى تفجر الحكومة الإسرائيلية وإلى انسحاب الوزير إيتمار بينكفير وكذلك الوزير بيتسل إيلس موتريتش من هذه الحكومة ما سيؤدي إلى سقوط هذه الحكومة جملة من القضايا تم نقاشها والاتفاق عليها خلال اليومين الماضيين في القاهرة طبيعة نقاشات القاهرة أمنية ناقشت الجوانب الأمنية في صفقة تبادل الأسرع أما الأمور الجوهرية التي تتعلق بالصفقة بآليات تطبيق هذه الصفقة بالضمانات التي تطالب بها حركة حماس وكذلك أيضا بإنهاء الحرب وغيرها ستناقش خلال اليومين المقبلين في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة رفيعة المستوى سواء من قبل الدولة المضيفة أو من قبل المسؤولين الإسرائيليين أو الأمريكيين أو حتى المسؤولين المصريين بالتالي هناك ترقب كبير جدا للمفاوضات خلال الفترة المقبلة خلال اليومين المقبلين وبالتالي لرد الفعل في إسرائيل على مباحثات الدوحة أولا لناحية رد الفعل السياسي هناك خشية في إسرائيل دائمة من أن يعرق الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو المفاوضات وأيضا رد فعل الشارع الإسرائيلي لأن هناك انطباعا أنه في اللحظة التي يقول فيها الوفد المفاوض الإسرائيلي لقد تم التوصل إلى اتفاق وتتبقى فقط موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذا الأمر سيخرج الشارع الإسرائيلي إلى التظاهر وفي حال أيضا شعر الإسرائيليون بأن هذه المفاوضات قد تصل إلى طريق مزدودة بسبب تعنت إسرائيل فإن الشارع الإسرائيلي سيخرج أيضا للتظاهر لذلك رأينا خلال اليومين الماضيين محاولات من قبل إسرائيل لعدم رفع آمال الإسرائيليين بقرب التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القريبة إن أردنا أن نوجز نعم جرى تحقيق تقدم في مباحثات القاهرة بحسب مسؤولين إسرائيليين لكن حتى الآن القضايا الخلافية لا تزال كبيرة والمفاوضات توصف أنها معقدة وستستمر على أسابيع خلال الفترة المقبلة اشتركوا في القناة